تعمل مصر من أجل السلام والحياة ده بنشوفه في كل تصريحات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي والخارجية المصرية اليوم والحديث عن إيصال المساعدات لقطاع غزة اليوم من خلال مطار العريش أكيد تابعنا ده مع حضراتكم أيضا تطرق السيد رئيس عبدالفتاح السيسي لأنه يعني مصر بتجري اتصالات عدة بكل قادة دول العالم بهدف إيصال هذه المساعدات لغزة وهنا خلونا نتوقف مع حضراتكم أمام دور مصر الواضح والسابت في المنطقة وللحقيقة بتأكد القادة السياسية المصرية بمواقفها الحكيمة والرشيدة في احتواء الصراعات اللي ممكن نيرانها بل بالتأكيد تنال يعني من الجميع الرئيس السيسي كمان أكد أنه قضية فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة للعرب وطالب الشعب الفلسطيني بالصمود والحفاظ على أرضه السيدات والسادة الحضور الكريم إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل سيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معاً قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقياً ليفيد على العالم بالسلام والمحبة واجهنا الإرهاب والترويع استعدنا بناء المؤسسات واجهنا التحديات بالتنمية والبناء وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباستفافنا الوطني عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها وبالله من قبل ومن بعد ستحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر